بادر مخبز في مدينة الدورتموند الألمانيا إلى صنع قطع حلوة تجسيدا لأذمة فيروس كورونا قبل حلول أعياد الفصح كما تظهره اللقطات التي تم تصويرها وقال الخباز تيم كورتوم لقد صنعنا حملان الفصح في الوقت المناسب لعيد الفصح ولكن يجوز القول إنها حملان الكورونا بالطبع فهي ترتدي كما متوجه وهو أمر صائب جدا في هذا الوقت لأنها بالطبع حديث الناس جميعا ففكرنا في إدفاء بعض المراح على عيد الفصح وفي البداية قام هذا المخبز بصنع قوالب أولية قليلة بقصد التجربة وليرى صاحب المخبز إمكانية إحضارها للمحل وبيعها وبالفعل تم بيعها بسرعة حيث يشريها الناس لأنها مضحكة ومرحة لقد أحبوها واعتبرها الناس مضحكة للغاية وألهم فيروس كورونا المستجد العديد من المخابز في أرجاء العالم في صنع حلوياتهم من وحي الواقع الذي فرده